شدد الرئيس السيسي على أن دحر الإرهاب كان ثمنه كبيرا جدا وأنه لو لا تضحيات الشهداء ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة وثمن رئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة السبعين تضحيات من قدموا أرواحهم وأصيبوا من كل أبناء الوطن في معركة القضاء على الإرهاب احنا مش حننسى أبداً اللي انتم عملتوه وقدمتوه بأبنائكم لهذا الوطن مش حننسى والنسان هنا مش اعترافاً بس بفضلكم وبفضل أبنائكم اللي استشهدوا لا الفضل هنا بأن احنا حيكون تمن هذه الشهادة وهذه التضحية هو بناء مصر القوية الجديدة هو ده اللي أنا بس عايز أأكده معكم عشان تبقوا عارفين أن التمن الدفع ده هو تمن كبير صحيح ولا يعود صحيح لكن عزائكم فيه أنه هو تمن لبلد فيها 100 مليون المئة مليون دول يعيشوا إن شاء الله في أمان وسلام واستقرار وتقدم